اذا ما دققنا النظر فيما بين عيدينا من نصوص ومعطيات وردتنا عن امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه في افق الادعية وهي كثيرة وكثيرة جدا وفي افق الزيارات وفي افق الاجابات على اسئلة خواصه وفي سائر ما تكلم به وقد تكلم كثيرا امامنا السجاد ما وصل الينا من حديثه وفترة امامته كانت طويلة وصلت الى خمسة وثلاثين من السنين وربما تكون المدة اطول من ذلك بقليل يمكنني ان اجمل من كل ذلك فاقول من ان مرحلة امامنا السجاد في البعد التأويل هي مرحلة التفصيل العقائدي اهم عقائدنا في عمقها تحدث عنها امامنا السجاد وبينها لخواصه ووصلت الينا التفصيل العقائدي وجاء بعده الباقر صلوات الله وسلامه عليه والباقر في حركة برنامجه التأويل استمر في عملية انماء وتوسعة لما بدأه ابوه السجاد صلوات الله عليهما حركة توسعة وانماء واضحين في سيرة الباقر وبدأ يظهر في الواقع الشيعي المتخصصون فيما يرتبط بثقافة التأويل المجموعات المتخصصة بثقافة التأويل نشأت ايام الباقر الباقر انشأهم ولذا كان الامام الصادق حريصا على احاديث ابيه دائما يتحدث عن اهمية احاديث ابيه وكان يقلق ويخاف من ضياعها ان تضيع احاديث الباقر بسبب الشيعة فلذا كان يمدح بعضا من اصحابه فيقول لو لاهم لضاعت احاديث ابي ما قال لضاعت احاديث السجاد في زمن الباقر يمكنني ان اقول مثل ما كان التفصيل العقائدي في زمن السجاد وتحرك الباقر في توسعة ذلك وانمائه الباقر هو الذي وضع لنا التفصيل الفتوائي في الاحكام والعبادات والطقوس ما عندنا من امهات احكام العبادات فهي من الباقر صلوات الله وسلامه عليه فان الشيعة قبل الباقر ما كانت تمتلك هذا التفصيل الفتوائي اذا اردنا ان نقوم بعملية مسح لما عندنا من فتاوى ومن احكام فقهية هكذا يقال عنها في زماننا وان لا فان الفقه هو معرفة الامام ولذا هناك من يقسم الفقه الى فقه اكبر وفقه اصغر فيراد من الفقه الاصغر هذه الفتاوى في الحقيقة الفتاوى هي في حاشية معرفة الامام هي صور ورموز واشارات لأئمتنا وولايتهم هي لا تنفق عنهم هي جزء من منظومة دينهم لكنني اتحدث عن ترتيب الاولويات والمقامات لهذه الاجزاء والمفردات من منظومتنا الدينية الذي وضع لنا برنامج التفصيل الفتوائي هو باقر العلوم أمهات قواعد الفتاوى في كل أبوابنا الفقهية الفتوائية مأخوذة من أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه من هنا كان يخاف الصادق أن تضيع هذه التفاصيل فهي دقيقة ودقيقة جداً وفي الوقت نفسه هي جديدة على الشيعة أنا لا أستطيع أن أحدثكم عن كل شيء قلت لكم هي صورة مقطعية جانبية صورة لحظية ليس أكثر من ذلك فلا تتصوروا أنني أتحدث عن كل حركة البرنامج التأويلي في سيرة أئمتنا الذين ذكرتهم هي صور مقطعية لأجل تقريب فكرة أن مرحلة التأويل مرحلة تدرجية ارتقائية وفي داخل هذه المرحلة هناك ناسخ ومنسوخ فقد يأتي في مقطع زماني في عصر إمام من الأئمة ما يكون ناسخاً للذي كان في عصر الأئمة الذين سبقوه قطعاً كل ذلك مرده إلى حكمته إلى حكمة المعصوم التي هي حكمة الله فحكمة المعصوم هي حكمة الله ومن هنا إذا أردنا أراد الله إذا أراد الله أردنا هذه القضية بديهية ولكن إذا أردنا أراد الله وإذا شئنا شاء الله أما إذا شاء الله شئنا فهذا أمر بديهي لا حاجة لذكره إذا شئنا شاء الله السر أين السر أن الحكمة واحدة وهذا واضح من الآية التي أشرت إليها في الحلقة الماضية وهي الآية الثالثة والأربعون بعد البسملة من سورة الرعت وهي آخر آية في السورة ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب في علم الشهادة لا بد أن يتساوى الشهود في علمهم وإلا لماذا يؤتى بهؤلاء الشهود يشهدون على قضية واحدة إنني أتحدث عن الشهود في فقهنا فلا بد أن يكون علم الشاهد الأول كعلم الشاهد الثاني لأن الشهادة على موضوع واحد لا أن الشاهد الأول يشهد على جزء ويأتي الشاهد الثاني يشهد على جزء آخر هذه ما هي شهادات؟ هذه قراء في تفصيل الشهادات لا بد أن يكون علم الشهود واحداً ونحن نتحدث هنا عن أكبر قضية في الوجود نتحدث عن محمد عن أعظم قضية في الوجود إنها أعظم شهادة في الوجود من هم الشاهدان؟ الشاهد الأول الله والشاهد الثاني علي قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب؟ من هو هذا الذي عنده علم الكتاب بكله أيام رسول الله؟ ما هي الآية واضحة؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلاً الخطاب لرسول الله والحديث عن رسالته الحديث عن محمد العنوان الأعظم في الوجود أعظم ما خلق الله وهنا تأتي الشهادة قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم من هو الشاهد الثاني؟ ومن عنده علم الكتاب؟ من هو هذا الذي عنده علم الكتاب؟ بغض النظر عن الروايات والأحادي من هو هذا الذي عنده؟ علم الكتاب وفي زمان رسول الله الكتاب بكله علي لا نحتاج إلى بحث واستدلال مساواة بين شهادة الله وشهادة علي علم واحدة إنها الحكمة الواحدة فحكمتهم حكمته وحكمته حكمتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نعود إلى جوهرة الجواهر إلى كلمة إمام زماننا في دعاء شهر رجب لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك من زمن الباقر ننتقل إلى زمن الصادق صلوات الله وسلامه عليه إنه زمن الثورة الفكرية زمن الانفجار الفكري في طول مسيرة حركة التأويل منذ بيعة الغدير إلى ظهور القائم عندنا ثورتان ثورة الدم وهي ثورة الحسين وثورة الفكر وهي ثورة الصادق ولولا الانفجار الفكري الذي فجره إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما بقي من ثورة الحسين شيء يذكر الذي نشر لنا فكرة برنامج الحسين هو إمامنا الصادق كل ما عندنا من المعطيات والتفاصيل والزيارات هي من الصادق صلوات الله وسلامه عليه لا يعني أن الأئمة قبل إمامنا الصادق لم يكونوا قد ساهموا في ذلك إنني أحدثكم عن صورة مقطعية وأحدثكم عن الذي كان واضحا وجاء واضحا في هذه الصورة المقطعية فصادق صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان دم الحسين فوارا كان الجعفر فوارا الجعفر هو اسم نهر في الجنة إنه نهر للجعفريين لا أعتقد أن جعفريا في زماننا يوجد لا وجود للجعفريين في زماننا الجعفريون من أشياعهم من الذين شربوا من ذلك النهر والنهر الحقيقي الجعفر الثر هو جعفر الجعافري إنه إنه أبو موسى كنيته أبو عبد الله هذه كنية عامة الأئمة المعصومون يحبون في مجالهم وبين أصحابهم وخواصهم أن يكنوا بأسماء أبنائهم المعصومين فموسى هو ابنه المعصوم أحب إلى قلبه من أن يكن بأبي عبد الله لكن هذه الكنية هي التي شاعت وكانت في سياق العرف وفي سياق التقية وفي سياق الحفاظ على موسى جعفر الجعافري ذلك النهر الإلهي الثر بل ذلك المحيط الذي ماجت أمواج علمه وفكره إنني أتحدث عن القلوب التي تبحث عن الحقيقة لا أحدثكم عن رموز المخالفين الذين جاءوا وحضروا مجالس صادق هذه مهزلة من مهازل حوزة النجاف ويجدون للإمام صادق فضلا من أن فلانا من أن أبا حنيفة أو فلانا أو الشخص الكذائي مما لا قيمة لهم في فناء إمامنا الصادق جاءوا وتعلموا عند صادق ويجعلون هذا فضلا هذا هراء الوائلي وهراء محمد باقر الصادر وهراء الخوع والسيستان هنيئا لهم بهرائهم هذا أنا لا أحدثكم بهذه الطريقة أحدثكم عن القلوب التي استنارت بنور محمد وآل محمد أحدثكم عن جعفريين من أمثال المفضل من أمثال محمد بن مسلم من أمثال بريد العجلي من أمثال أبي حمزة الثمالي أحدثكم عن جعفريين من أمثال هؤلاء وحين أتحدث عن انفجار معرفة في واقع هؤلاء لا تحدث عن هراء يتحدثون به هؤلاء الخطباء المعتهون فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى أولئك ينظر إلى هؤلاء الذين حضروا جنازة فاطمة كم عددهم إنهم سبعة أئمتنا يقولون بهؤلاء ترزقون وتمطرون فإن الله ينظر إلى هؤلاء ونظام الكون يرتبط بقلوب كقلوب هؤلاء لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه الجهة فإن الجهة هذه إذا ما فتحت فيها الكثير من التفاصيل وفيها الكثير من الحديد أعود إلى إمامنا الصادقي إلى ثورة الفكر التي جعلت من ثورة الحسين ثورة مثمرة إنني أقول وهذا واضح في أحاديث الصادقي من أن ثورة الحسين قد أثمرت وأثمرت وأثمرت ومن نتاجها من نتاجها ثورة الصادق ليس من نتاجها كما يقولون ثورة أهل المدينة أو من نتاجها ثورة التواب التوابون شيعة مقصرون وأرادوا أن يكفروا عن موقفهم السيء أنا لا أريد أن أتحدث عن البعد التاريخي لثورة الحسين هذه موضوعات إذا ما فتحت أبوابها فإنها ستقودنا إلى أبواب أخرى أوسع كما قلت لكم من أهداف الحسيني حدفه المتوسط وهو استمرار مسيرة برنامج العثرة الطاهرة فأين أثمرت ثورة الحسيني أثمرت في ثورة الصادق التي نشرت حقائق المشروع الحسيني بنحو إلى هذه اللحظة ما أدركنا مما قاله الصادق عن الحسيني إلا شيئا يسيرا لماذا لأن ثقافة المؤسسة الدينية الشيعية ذهبت باتجاه الفكر القطبي في تحليل ثورة الحسين اتجهوا باتجاه ثقافة السقيفة بن ساعد مشكلة كبيرة معقدة بعد استشهاد الصادق صلوات الله وسلامه عليه جرت في الأمة ظروف تكاد أن تكون شبيهة بالظروف التي جرت ما بعد عاشورا مع ملاحظة التغاير في الأزمنة والأمكنة والخصائص الموضوعية وما صار عليه من تغيير في الواقع السياسي وفي الواقع الاجتماعي لكن حدث في الأمة في الجانب الوجداني والنفسي ما يشابه كثيرا ما حدث في الأمة بعد عاشورا ولذا جاء إمامنا الكاظم ليقوم بدور مشابه لدور السجاد في حركة البرنامج التأويلي فمثلما الظروف حبست الإمام السجاد في بيته التقية حبست الإمام الكاظم حينما يكون خارج الحبوس والظالمون العباسيون حبسوه في زنزاناتهم وطواميرهم فإن لم يكن في الطامورة فهو حبيس في طامورة التقية وإن كان في بيته مع ملاحظة أن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه فعل بالضبط ما فعل السجاد إنه التفصيل المعرفي أحاديث الكاظم امتازت بميزة القاطعية والوضوح العجيب وشخصت ملامح المعرفة الأصيلة تشابه واضح في ما بين ما جاءنا عن السجاد وما جاءنا عن الكاظم وأنا أتحدث في جانب مقطعي أتمنى أن أجد فرصة كي أتحدث بشكل أوسع وإني وإن كنت قد تحدثت عن هذه المطالب بشكل مبثوث وواسع ومنتشر تارة بنحو التنظير وأخرى بنحو التطبيق في كل برامج لكنني أتمنى أن أتحدث بشكل مباشر عن سيرتهم العملية التي ترتبط بحركة برنامجهم التأويل ومن الكاظم إلى الرضا إلى إمامنا الضامن صلوات الله وسلامه عليه إلى الإمام العجيب الذي أنهى كل ما تقدم وفتح بابا جديدا وغسل كل شيء هذا هو الإمام الغاسل المنظف لقد نظف الواقع الشيعية في ضوء حركة التأويل من كل قذارات السقيفة التي لحقت بهذه المسيرة بسبب بسبب التقية بسبب المدارات جاء الرضا فغسل ما غسل من قذارات السقيفة وتفاريعها الأموية والعباسية وغير ذلك وغسل ما غسل مما لحق بالواقع الشيعي من قذارات ونجاسات الغلات من أمثال السبائية والخطابية ألا لعنة الله عليهم ألا لعنة الله على أمواتهم وعلى أحيائهم في زماننا هذا فردا فردا ألا لعنة الله على أحياء الخطابية أينما كانوا أكانوا هنا في لندن أم كانوا في غير لندن ألا لعنة الله عليهم إمامنا الحجة هو الذي يريد منا أن نلعنهم وأن نتبرأ منهم إمامنا الرضا نظف الواقع الشيعية من خذارات هؤلاء الغلات من السبائية من الخطابية من المغيرية من البيانية إلى غير ذلك فإمامنا الرضا أنهى ما قام به الأئمة وما استطاعوا أن يكملوه بسبب الظروف المحيطة بهم وفتح بابا جديدا لماذا لأن مرحلة قادمة سيقوم بالعمل عليها الأئمة الذين سيأتون من بعده نظف لهم الطريق نظف الواقع الشيعي طهر الطريق من قذارات أصحاب العمائم من مراجع الشيعة من الواقفة من الكلاب الممطورة لعنة الله عليهم أتعلمون أن أكثر أصحاب العمائم حاربوا الإمام الرضا وبقوا على حربه إلى أن ماتوا أكثر أصحاب العمائم من الشيعة من أصحاب إمامنا الكاظم حتى الشيعة لكن بمرور الوقت بسبب ما قام به إمامنا الرضا من عملية غسل وتنظيف للواقع الشيعي فإن عوام الشيعة رجعوا إليه أكثر عامة الشيعة رجعوا إليه أما أصحاب العمائم ما رجعوا إليه أفراد قلائل رجعوا منهم كبارهم ظلوا على ضلالهم إلى أن ماتوا ألا لعنة الله عليهم الحكاية هي هي موجودة في زماننا لكن الأمر ليس منكشفا لأن الحجة بن الحسن ليس ظاهرا فحينما يأتيهم إلى النجف وكربلاء سيخرجون لقتاله الحكاية هي الحكاية هذا هو واقعنا بعد إمامنا الرضا جاءنا الأئمة الجواد والهادي والعسكري بنحو عام في حركة برنامجهم التأويل الثلاثة الثلاثة مهدوا لمرحلة الغيبة بشكل مباشر كل إمام بحسب المقطع الزماني الذي عاش فيه لكن ثلاثة من إمامنا الجواد إلى إمامنا الحسن العسكري مهدوا لمرحلة الغيبة بشقيها 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 بالشق الأصغر منها وبالشق الأكبر غيبتان غيبة قصيرة وغيبة طويلة بدأ التمهيد للواقع الشيعي الذي سيكون عليه زمان الغيبة منذ جواد الأئمة وفي الوقت نفسه فإن الإمام الجواد أكمل ما كان إمامنا الرضا قد فتح أبوابه قلت لكم من أن الرضا أنهى ما قبله وفتح أبوابا الجواد استمر في توسعة وإنماء ما فتح الرضا أبوابه أما الهادي صلوات الله وسلامه عليه فقد وضع النقاط اللامعة الواضحة البراقة على كل حروف الحقيقة الإمام الهادي وضع لنا نقاطا لامعة واضحة الوقت يجري سريعا سألملم الحديث بقدر ما أستطيع إمامنا العسكري استمر في نفس برنامج أبيه الهادي في وضع النقاط اللامعة والواضحة والبراقة على حروف الحقيقة وما تفسيره الشريف إلا مثال واضح مثل ما جاءتنا الزيارة الجامعة الكبيرة هي نقطة لامعة واضحة عن إمامنا الهادي مثل ما جاءتنا الزيارة الغديرية الكبيرة زيارة الأمير عن إمامنا الهادي نقطة لامعة واضحة فالزيارة الغديرية زيارة معرفة تأريخية وزيارة الجامعة الكبيرة زيارة معرفة عقائدية نقاط لامعة واضحة وهذه أمثلة مستعجلة حتى وضعت الغيبة أطنابها وعصر الغيبة له خصوصياته وله قوانينه إمام زماننا يتواصل مع العالم بشكل عام ومع الواقع الشيعي بشكل خاص تارة بنحو مباشر وأخرى بنحو غير مباشر ما يمكنني أن أصطلح عليه الألطاف الجلية والألطاف الخفية وهذه المضامين بينت لنا في الروايات والأحاديث وإذا أردتم أن تطلعوا على تفاصيل أكثر فعودوا إلى برنامج الأمان الأمان يا صاحب الزمان برنامج مطول مفصل فيه ذكر لهذا الموضوع بنحو من التفصيل نذهب إلى فاصل حين نقرأ في دعاء الندبة الشريف وهو دعاء مروي عن إمامنا الصادق وعن صاحب الأمر صلوات الله عليهما أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان حين نقرأ في هذا الدعاء الشريف أين المعد لقطع دابر الظلم أين المنتظر لإقامة الأمت والعوج أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان أين المدخر لتجديد الفرائض والسنن أين المتخير لإعادة الملة والشريعة أين المؤمل لإحياء الكتاب وحدوده أين محي معالم الدين وأهله أين قاصموا شوكة المعتدين أين هادموا أبنية الشرك والنفاق أين مبيد أهل الفسوق والعصيان والطغيان أين حاصدوا فروع الغي والشقاق أين طامسوا آثار الزيغ والأهواء أين قاطعوا حبائل الكذب والإفتراء أين مبيد العتات والمرد أين مستأصل أهل العناد والتضليل والإلحاة أين معز الأولياء ومذل الأعداء أين جامع الكلمة على التقوى هذه المضامين وهي مضامين واسعة وواسعة جدا هل تأتي بكبسة زر إذا كان الأمر هكذا إذن لماذا هناك غيبة قصيرة وهي في الحقيقة طويلة وهناك غيبة طويلة لكن بالمقايسة بين الغيبتين قطعا تكون الغيبة الأولى قصيرة لماذا كل هذه الغيبة إذا كانت القضية بكبسة زر الأمر ليس كذلك نحن في مسيرة تأويلية وهذه المسيرة التأويلية تتفاعل مع حركة الإنسان في كل الأرض بشكل عام ومع المجتمع الشيعي بشكل خاص هناك خصوصية للشيعة في هذا الموضوع وهناك علاقة لبرنامج الإمام مع كل البشر فالإمام ما هو خاص بشيعته مشروع إمام زماننا ليس مشروعا للأرض فقط إنه مشروع التقائي عوالم الغيب مع عوالم الشهادة الأرض جزء يسير من هذا المشروع لكن الأرض هي المركز الأرض هي عاصمة هذا المشروع مثلما الكوفة هي عاصمة الإمام في الأرض فالأرض هي عاصمة المشروع المهدوي الإلهي وإلا فإن القضية لا تقف عند تأسيس دولة تحكم الناس المشروع المهدوي هو مشروع الله هو الغاية من هذه الخلقة وهذه الخلقة ليست خاصة بالإنسان فقط وليست خاصة بعالم الأرض فقط الحكاية كبيرة لكننا نحن والأرض هذه المضامين التي قرأتها عليكم وهي ترتبط بعالم الأرض بشكل مباشر هذه العبائر وما تشتمل على وسيع المعنى وتعقيده هل تتحقق بكبسة زر؟ لا يمكن ذلك أبى الله إلا أن تجري الأمور بأسبابها هذا كتاب الغيبة لشيخنا النعماني والطبعة أنوار الهدى قموا المقدسة صفحة 294 الحديث الثاني بسنده عن بشير النبال قال قدمت المدينة وذكر مثل الحديث المتقدم الحديث المتقدم حديث عن المرجعة أنا أذهب إلى موطن الحاجة إلا أنه قال لما قدمت المدينة قلت لأبي جعفر للباقر صلوات الله عليه إنهم يقولون من هم المرجعة؟ إن المهدية لو قام يتحدثون عن مهديهم هم فهم يعتقدون بمهدي بحسب مواصفاتهم إنهم يقولون إن المهدية لو قام لستقامت له الأمور عفوا هكذا بكبسة زر ولا يهريق محجمة دم فماذا قال إمامنا الباقر فقال كلا والذي نفسي بيده لو استقامت لأحد عفوا لا استقامت لرسول الله حين أدميت رباعيته في أحد وشج في وجهه كلا والذي نفسي بيده الباقر يقول حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الباقر صلوات الله عليه كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم نحن آل محمد وأنتم شيعتنا حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق العلق هو الدم المتجمد والإمام يشير إلى ما كان يجري في الحروب أيام زمانه هكذا كان يفعل المقاتلون باعتبار أن عملية القتل والقتال تكون بنحو مباشر باستعمال السيوف فينتشر الدم في كل مكان في ساحة المعركة ويتجمد على الوجوه وعلى الأبدان وعلى الثياب إما من نفس المقاتل وإما من دماء الذين كان يقاتله كلا والذي نفسي بيده حتى نمسح نحن وأنتم العرق والعلق ثم مسح جبهته الإمام هنا لا يتحدث عن عرق وعلق بما هو هو وإنما يريد أن يقول من أن الأمور لا بد أن تجري بالأسباب هذا لا يعني أن كل شيء لا بد أن يجري بالأسباب الطبيعية فإن الأمر لا يستقيم ما يمكن أن يجري بالأسباب الطبيعية سيجري وما يحتاج فيه الإمام أن يفعل ولايته التكوينية فإنه سيفعل ولايته التكوينية الحديث الثالث صفحة 295 عن المفضل ابن عمر يقول سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق وقد ذكر القائم فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة المفضل يقول للإمام الصادق بعد أن ذكر القائم أو ذكر القائم عنده فقلت إني لأرجو أن يكون أمره في سهولة فقال لا يكون ذلك حتى تمسح العلق والعرق يخاطب الشيعة الأمور تجري بأسبابها وهذا الحال يجري في زمان الغيبة بحسب خصائصها ما أشرت إليه قبل قليل مما أسميته بالألطاف الجلية والألطاف الخفية فحركة البرنامج التأويل تستمر إما إما بطريق بطريق التدخل الجلي من الإمام أو بطريق التدخل الخفي بطريق التدخل الجلي كالمجموعة الخاصة التي تحدثنا الروايات عنها من أنهم على صلة مستمرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه وهؤلاء لا يعرفهم الناس ولا يعرفون الناس أسرارهم ولا يدعون شيئا وتذهب أسرارهم معهم إلى قبورهم فإذا قال أحد إني منهم فهذا كذاب هناك مجموعة على صلة مباشرة مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه مثلما كان أصحاب الأئمة على صلة مباشرة بهم هؤلاء لا يعرفهم الناس حين أقول لا يعرفهم الناس لا يعرفون أنهم على صلة بالإمام وإلا فهم يعيشون بين الناس ولكن الناس لا يعرفون من أنهم على صلة مباشرة بالإمام وهم لا يكتمون أمرهم فقط بل يكتمون كتمانهم هناك كتمان وهناك كتمان للكتمان مرة أني أكتم الأمر ولكن الآخرين يعرفون عني أنني أكتم أمرا هذا كتمان ولكنه ما هو بكتمان حقيقي الكتمان الحقيقي أن أكتم كتماني وذلك أني أكتم أمرا وفي الوقت نفسه أفعل ما أفعل من الأمور وأقول ما أقول من الأمور التي أقنع الآخرين من أنني لا أكتم شيئا قطعا هذا أمر عسير وصعب جدا وهو خاص بهذه المجموعة التي هي على صلة مباشرة بإمام زماننا الروايات حدثتنا بذلك ما أنا الذي أقول من أنه في الغيبة الصغرى له من شيعته وفي الغيبة الكبرى ممن هم على اتصال مباشر به هذا ما يرتبط بالألطاف الجلية أما ما يرتبط بالألطاف الخفية هو تسديد الإمام لأشيائه عن بعد من دون اتصال مباشر تحريكهم بالاتجاه الذي يريده توجيههم إلى الجهة التي يريدها وهذا الأمر حدثتنا الروايات عنه بل هو من صميم عقيدتنا هذا موضوع واسع مفصل يحتاج إلى وقت طويل كي أتشعب في كواليسه ودهاليزه وزواريبه وجميع جهاته نذهب إلى فاصل في عالم الفيزياء هناك النظرية النسبية النظرية المعروفة نظرية أنشتاين النظرية النسبية تطبيقها تطبيقها العملي كما يعرفه الفيزيائيون فيما يرتبط بالأجزاء الكبيرة في الكون في الفضاء في المجرات في الأجزاء الكبيرة في الكون وهناك نظرية فيزيائية أخرى ميكانيكا الكام ميكانيكا الكام هي نظرية تفسر الأجزاء الصغيرة من الكون وليس هناك من تناغم بين هاتين النظريتين فالنسبية للأجزاء الكبيرة والميكانيكا للأجزاء الصغيرة أتحدث عن الأجزاء الصغيرة عن الجزيئات عن الذرات عن ما هو أصغر من الذرات من مكوناتها فهناك إشكالية موجودة في أجواء علماء الفيزياء إلى هذه اللحظة لم تحل هذه الإشكالية إنهم يبحثون عن نظرية واحدة عن نظرية الكل في الكل عن نظرية جامعة تؤدي دور هاتين النظريتين في آن واحد لا أن تكون نظرية للأجزاء الكبيرة من الكون ونظرية للأجزاء الصغيرة من الكون وهناك تصادم في بعض الجهات بين هاتين النظريتين مع أن النظرية الأولى لها تطبيقات حقيقية على أرض الواقع وكذلك النظرية الثانية وما هذا التطور العلمي الهائل إلا من ثمار هاتين النظريتين وأشباههما من النظريات التي أنتجها العلم الحديث لذا كل المحاولات أن يصل إلى نظرية ترفع الإشكالات الواقعة ما بين هاتين النظريتين ما بين النسبية والميكانيكا فنظرية الأوتار الفائقة مثلا أنا أضرب المثال للذين لهم خبرة بهذه المصالحات وبهذه الثقافة فأنا أعلم برامج لا يتابعها الدخيون يتابعها الذين يبحثون عن وعي عن حقيقة عن معرفة عن عقيدة سليمة فكثيرون منهم يعرفون ماذا أقول فنظرية الأوتار الفائقة هي محاولة حل لهذا الإشكال بين النسبية والميكانيكا ونظرية الأكوان المتعددة والنظرية التي تعرف بأمثير ونظريات أخرى هي محاولات لإيجاد نظرية جامعة وواحدة في نفس الوقت تفسر ما يرتبط بالأجزاء الكبيرة في الكون وما يرتبط بالأجزاء الصغيرة في الكون في الوقت نفسه كل عمل الفيزيائيين منذ زمان أنشتاين وإلى الآن على هذه القضية وإلى الآن ما وصلوا إلى حل لهذه القضية لماذا جئت بهذا المثال أردت أن أقرب به الفكرة فهم الدين وفقا لهذه الرؤية التي طرحتها تحت عنوان ما بين التنزيل والتأويل هذا بمثابة النظرية الجامعة التي ستجيب على كل الأسئلة وعلى كل الإشكالات فيما يرتبط بتفسير القرآن وما يرتبط بقراءة التأريخ وما يرتبط بالأحكام والفتاوى التي هي مضطربة بحسب منهج حوزة النجاف كل الإضطراب وكل الإشكالات وكل التساؤلات سترتفع سترتفع من البين إذا ما فهمنا الدين وفهمنا سيرة الأئمة وفقا لهذه الرؤية وهي في الحقيقة ما هي برؤية لكن الكلام يأتي هكذا في الحقيقة هي دين فالنبي هو الذي قال لأمير المؤمنين ستقاتلهم على التأويل مثل ما أنا محمد قاتلتهم على التنزيل التنزيل دين والتأويل دين بحسب البيانات والشرح الذي قدمته لكم فلو أن الشيعة وتحديدا لو أن علماء الشيعة فهموا الدين أو سيفهمون الدين بحسب ما شرحته وبينته لكم فإن نظريتا فإن فهما فإن حقيقة جامعة كالنظرية التي يبحث عنها علماء الفيزياء لحل إشكالاتهم الفيزيائية هذه نظرية الكل في الكل هذه حقيقة واضحة صريحة سترفع كل الإشكالات أو على الأقل سترفع أكثر من 90% من الإشكالات إن كان ذلك على مستوى تفسير القرآن وفهمه إن كان ذلك على مستوى تشخيص العقائد وتدقيقها إن كان ذلك على مستوى الفتية والاستنباط على مستوى قراءة التأريخ على مستوى التطبيق العملي لما نستنتجه من العلم الديني على أرض الواقع على مستوى المعارف والثقافة التي وردت في قرآننا بتشسيرهم وفي أحاديثهم بفهمهم بحسب قواعد تفهيمهم لماذا ركض مراجع الشيعة إلى النواصب إلى العيون الكدرة فهم وضعوا أنفسهم في مرحلة التنزيل فلما وجهوا أنظارهم إلى الأحاديث التفسيرية ما فهموا منها شيئا هجروها ووجدوا لهم حجة في تضعيفها اعتمادا على قذارات علم الرجال وراحوا يركضون باتجاه النواصب فوجدوا عندهم المنهج العمرية في التفسير فتبنوه ثم بعد ذلك قاموا بعملية تدليس بعملية تمويه للمنهج العمري بحشر لبعض النصوص عن أهل البيت وبحديث عن أهل البيت وفي الحقيقة هم شوه المنهج العمري إذا يأتي منصف للمقارنة بين تفاسير مراجع الشيعة وتفاسير نواصب السقيفة فإن تفاسير نواصب السقيفة أمتن وأقوى وأفضل وفقا للمنهج العمري مراجع الشيعة ضيع الطريقين لهم الذين اتبعوا المنهج العمرية بشكل كامل لأنهم إذا اتبعوه سوف يخسرون الأخماس ويخسرون الشيعة يخسرون عوام الشيعة ويخسرون سمعته وإذا ما توجهوا إلى تفسير أهل البيت لا يفهمون منه شيئا لماذا لأنهم حبسوا عقولهم في مرحلة التنزيل فيجدون أحاديث التفسير خرافة والذين يتابعون برامج يجدون أن أحاديث التفسير حينما أتناولها تنطبق انطباقا حقيقيا واضحا وفقا للعقل السليمي ووفقا للمذاقي الأدبي العربي مع تصديق لما جرى على أرض الواقع وما جرى في تاريخنا لماذا لا تكون الأحاديث التفسيرية أحاديثا خرافية حينما أطبقها على آيات الكتاب الكريم حينما أفسر الكتاب الكريم بأحاديث أهل البيت التفسيرية لأنني أخذت كل ذلك في وعاء شامل كامل هو هذا الوعاء لفهم الدين ضمن مرحلتي التنزيل والتأويل ترتفع الإشكالات كثيرون منهم من أصحاب العمائم حينما ينصتون إلى برامج يقولون من أين يأتي بهذه المعاني إنني لا أأتي بها من عندي هي أحاديثهم غاية الأمر أنني وضعت كل ذلك في وعاء واحد قولوا في نظرية واحدة في فهم واحد في خارطة واحدة أني فهمت الدين وفقا لهذه الرؤية للتنزيل والتأويل بحسب ما بينته وشرحته مشكلة مراجع الشيعة هي هذه وجهوا أنظارهم إلى أحاديث المقامات والأسرار والمعارف ضاعوا فيها فهم لا يفهمونها لماذا؟ لأنهم حكموا على الأئمة المعصومين هم بمثابة شيوخ العشائر مثل ما حكمت السقيفة على خلفائها ولكن الأئمة المعصومين هم أفضل من شيوخ العشائر أولئك وهذا بالضبط ما يتحدث عنه علم الكلام عند مراجع النجف ولذا يناقشون في سهو المعصوم ويناقشون في تركه للأولى ويناقشون في أنه لا يحسن القراءة والكتاب ويناقشون في أنه لم يكن عالماً في صغره ويناقشون في نجاسة دمه بل يفتون بكل ذلك يفتون بنجاسة دمه وبنجاسة جسده بعد الموت يفتون بنجاسة دمه وبنجاسة جسده بعد الموت وا 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 حكاية طويلة كل ذلك بسبب أنهم لا زالوا حبيسين في المكان نفسه الذي حبس المرجعة أنفسهم فيه ولذا فهم مرجعة مراجع النجف مرجعة بترية مقصرون لماذا؟ قصروا عن مرحلة التأويل بتروا مرحلة التأويل حينما تسميهم الروايات بالبترية الذين سيحاربون صاحب الزمان لأنهم بتروا مرحلة التأويل عن مرحلة التنزيل في بعض الأحيان البعض منهم يقول كلاما جيدا ولكن ما إن يستمر حتى يعود إلى كلامه السيء الأول يخرج رجله إلى مرحلة التأويل ثم يسحبها يعود إلى مرحلة التنزيل هذا هو السبب لأن عقولهم ركبت وفقا لطريقة التفكير في مرحلة التنزيل مشكلة كبيرة جدا لو أن شيعة ينتقلون من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل فإن أحوالهم أتحدث عن أحوالهم العقائدية عن أحوالهم الثقافية الدينية ستتغير تغيرا كبيرا قطعا هذا سينعكس على واقعهم السياسي والاجتماعي بالضرورة لكنني لا أتحدث هنا عن واقع اجتماعي أو عن واقع اقتصادي أو عن واقع سياسي أتحدث عن واقع ديني عن واقع معرفي في ضوء المعرفة الدينية لو أن شيعة ينتقلون من مرحلة التنزيل إلى مرحلة التأويل نحن لا نتوقع من البقالين أن يفعلوا ذلك نتوقع من المراجع لكنني أبشركم لن يخرجوا من مرحلة التنزيل مصالحهم ومصالح أبنائهم ومصالح عوائلهم ويريدون للشيعة أن يبقوا حميرا كي يضحكوا عليهم سوف يبقون في مرحلة التنزيل لن يخرجوا منها يبقى الدور عليكم أنتم أنتم صغار المعممين الذين توردتم في أجواء الحوزة في هذه السنين الدور عليكم بإمكانكم أن تخرجوا أنفسكم من مرحلة التنزيل المنسوخة أنتم على دين منسوخ دينكم دين منسوخ ولهذا أنتم لا تعرفون عقيدتكم ما الفارق بين عقائدكم وعقائد النواصب؟ اقرأوا كتب النواصب واقرأوا كتب مراجعكم لن تجدوا إلا فوارق قليلة عقائد مراجع النجف هي عقائد النواصب كتب النواصب موجودة وكتب مراجع النجف موجودة في العقائد خذوها وقرأوها لا شأن لكم به قارنوا بين كتب العقائد التي كتبها مراجع النجف منذ زمان الطوسي منذ أن أسس الطوسي حوزة النجف سنة أربعمائة وثمانية وأربعين وإلى يومنا هذا قارنوا بين كتب حوزة النجف العقائدية منذ بداية تأسيسها وإلى الآن وبين كتب النواصب العقائدية على اختلاف أذواقهم ومشاربهم ستجدون تشابها كبيرا وستعرفون من أن مراجعنا أخذوا العقائد من هناك ثم دلسوها وموهوها بما يظهر أنها ترتبط بأهل البيت هذه هي الحقيقة من الآخر ولذلك لا يهتمون بالعقائد كثيرا لأنهم إذا ما فصلوا القول فيها ستنكشف الحقيقة كم عدد كتب العقائد بالقياس إلى كتب الفقه ما هو اهتمام الشيعة بالعقائد؟ ما معرفة خطباء المنابر بالعقائد؟ لا يعرفون شيئا هؤلاء حمير خطباء المنابر عندنا حمير بشكل رسمي ربما يوجد فيهم أفراد قلائل يمتلكون بعض المعلومات وهي ليست صحيحة وفقا لمنهج أهل البيت وإنما تكون صحيحة وفقا لمنهج دين مراجع النجف هذا هو الذي يجري على أرض الواقع وقت الحلقة انتهى أتمنى أن أكون قد وفقت في بياني وشرحي مضمون التنزيل والتأويل فهذا الموضوع موضوع كبير بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج سابق الذي أشرت إليه في الحلقات المتقدمة ملف التنزيل والتأويل وأتمنى أن أجد فرصة أخرى كي أحدثكم أكثر عن هذا الموضوع ترجمة نانسي قنقر